قرر المجلس المركزي الفلسطيني انهاء التزامات منظمات التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية تجاه اتفاقاتها مع الاحتلال الاسرائيلي وفي مقدماتها تعليق الاعتراف باسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وشدد المجلس المركزي في بيانه عقب اختتام دورته الثلاثين التي يؤقدت بمقر الرئاسة الفلسطينية بحضور الرئيس محمود عباس على وقف التنسيق الامني بكافة اشكاله والانفكاك الاقتصادي كما خول ابو مازن اللجنة التنفيذية لمتابعة وضمان تنفيذ القرارات